تساؤلات علامات استفهام طرحها إعلان الرئيس التشادي إدريس ديبي وقف مشاركة جيش بلاده في العمليات العسكرية ضد المتشددين خارج الحدود وإلى أي مدى سيؤثر هذا القرار على مستقبل المنطقة في ظل تمدد جماعة بوكو حرام الجهادية ديبي قال إن قواته ستغادر المواقع التي طردت منها المتشددين في الثاني والعشرين من إبريل بعد أن تعرضت لهجوم دام في شبه جزيرة بوما قتل فيه أكثر من مائة عسكري خلال 24 ساعة ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي الذي يعتبر أحد أكثر الجيوش فعالية في المنطقة والقوة الأساسية في القتال الدائري ضد بوكو حرام منذ عام 2015 لكن خبراء في الشأن الأفريقي يرون أن هذا الانسحاب لا يعد كونه تكتيكيا لتحقيق مكاسب محددة قد تكون سياسية أو استراتيجية أو أمنية أو اقتصادية داعين الدول الأفريقية المعنية إلى البحث عن مصادر تمويل هذه الجماعات المتشددة حتى يسهل القضاء عليها ويحذر الخبراء من خطر هذه الجماعة التي صنفت في عام 2014 بأنها أكثر الجماعات الإرهابية فتكا في العالم حيث قتلت في العام ذاته 6600 شخص واشتهرت بعنفها ضد الأطفال حيث قامت في عام 2014 بخطف 276 فتاة من أحد عنابر مدرسة في قرية تشيبوك شمال شرقي نيجيريا وأدى التوسع الجغرافي لعملياتها إلى إعادة تمشيط فرقة العمل المشترك متعددة الجنسيات في يوليو عام 2015